السلام بنات كديرين لبس عليكم كديرا مع الصحة أحوالكم باخير كنت مننا تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي فيديو جديد ونهار جديد فيديو متنوع كما العدا فيه بزف ديال الحويجات ولكنت أختيك أتعجبك القناة كنت مننا مطبخ ليش عليا بلايك وكومنتر إلا كنت أتعجبك القناة بطبيعة الحال وبرتاجيها مع الناس اللي كتعرفي يالله أختي فلوغ متنوع نخليك مع الفيديو أول حاجة غنبدو بها الفيديو للبنات هي هاد الملاوي اللي كنت نشاركو معاكم في هاد الفيديو ولكن أختي منين جيت غادي نمونطي الفيديو لقيت بزف تلحويجات ما تصوروش لي وانا عند بالي كنت تصور هاد الملاويه البنات خامرين وبعجينة وحدة كنخرج منا هاد المليويات الخامرين والبطبوط اللي كيجيني رائع بسمي ده البنات ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحطو لكم بالتفاصيل إلا بغيتوه هاد الملاويه البنات في الانستغرام لي كان حتى تصوريات كيقولوا لي شاركوه معنا فهنا كان هاد 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 هوا فطورنا ملاويه خامرين نختيب الزبدال البلدية والعسل الحر والبيصاره وكويس ديالاتي بالعشوب هاد هوا الفطور ديالنا كيجيوا البنات هاد المخامر لاملويهين كيجيوا ملاويه خامرين كيجيوا راوعه البنات كيجوا فنين بلا ما نشكر لكم فيهم حتى نحطوهم لكم في فيديو الجاي وهنا كيما كتشوفو هاد المنهار عندي المنهار اختي ديال الكليم واول حاجه غادي نبدا بها كمال عادة هي الرقيا وما كننسوش نحطو حده هالمه وهنا كما كتشوفو هاد اول حاجه غادي نبدا بها هي الفران واللوازيم دياله اختي هنا كما كتشوفو الفران البنات خليتو تتوصخ مزيان كما كتشوفو وهنا البنات اللي عندو هاد سالف كلين يديرها واللي ما عندوش يدير هاد البرودوي اللي غادي نوريكم في الفيديو هنا كما كتشوفو هاد المنهار وغادي ناخد اختي بلاستيكا وغادي نبقى ندير فيهم بالوحدة بالوحدة وانا كندير في هاد البرودوي هاد البرودوي البنات ايزي اوف خصك اختي تكوني ديرا القلافز ولا الصبعيات اللي يديك و تكوني اختي ديرا شي حاجه على نيفة وكما كمامة حيث البرودوي شوية مجاد وثالا كان عندك اختي الفران وما كان ش عندك هاد البرودوي بلا كانش عندك هاد البرودوي هاد اما اختي لك يما كتلك الى كان عندك زرق من داخل ما تديريش لي اختي البرودوي سوف نغطي ميكات تراش كبيره سوف يغطوهم بحلا نقولو نزمتوهما البنات باش منين نجي وننقوهم ضغيه يتنقاو وهنا البنات غدا نمشي للريوصة البنات ديال البوطة وغاديا نديرهم فواحد الخلطة هنا كما كتشوفو غناخد اي بول ولا باني ولا اي حاجة عندكم ندير فيها اختي الريوصة ديال البوطة حاولو البنات مديروش ليهم ايزي اوف حيث كي يخسروا اللون ديالهم كي يولي خايب هنا غدي نشدهم اختي كاملين ذوك الريوصة اللي عندي ديال الفران وغاديا نزيد عليهم البنات البكاربوناتو سوديوم وغاديا نزيد عليهم الخل وغاديا نزيد عليهم شوية ديال السابون باش كتغسلوا الماء وبالنسبة للمك ندير الماء طيب شوية ها كبش لكين شي ليدام كيتحيض وحتى الخل ليكون شوية ندير فيها بالزيت هاد الوصفة البنات كتخلي لينا ذوك الريوصة ضغي تنقوا من ينبغوا ننقهم وكننخليهم ساهم على جنب وهنا البنات غدا ناخد هاد الموس هذا اللي كنديرو به مثلا دكشي ديال الفطور ولا ماشي الموس الماضي باش كنقطعو الخضراء كنناخد هاد الموس هذا وكندير فيه واحد شيفون وكنبقى البنات نمسح البلايس اللي ما كي توصلش ليهم الزيف و احسن وقت تديرو في هاد العملية هي منين تكون يختي اللهم طيب الخبز كيكون الفران باقي سخون دغيا كيتحييد لكم داك اللي دام البنات اللي كيكون في هاد البلاسات هادو محفرين ولا كيكون بين الرخامة والبوطة ديالنا بالنسبة لبنات البوطة ما تديروش ليها اختيل بيكاربونات السوديوم حيث مني كتجي تمسحها كتلقيها فيها واحد ضبابة بيضة اللي ما كتبغيش اختيت تحييد لك غير بستوستين كشيفة انا كنمسحها بالخل للبنات و كناخد جيكس بحال هاكا و كندوز عليها كيما كتعرفو كيكونو هاد طبايع بحال هاكا سافي كنبقى نمسحها بالخل والجيكس حتى كنتمسح مزيان و احنا البنات من بعد ما ساليت المسح ديال البوطة مزيان كيما كتشوفو كنرجع اختيل هادو شوفو البنات كيفاش ضغيه كيترقدوه و كنديروهم في الميكا عكس مني كترشير برو دوي و كتخليهم بلا ميكا كي يترقدو أختي و لكينشي وسخ و اخات خوي عليهم غير لما طيب دابة غير لما سخون غير لما سخون غير كل شي كيتمسح يعني كل شي كيمشي ما كتحتاجي الشي مجهول ولكن انا كندوز عليهم أختي شوية بالجيكس كنبغيهم يخرجوا أختي كي يشعلوا المهم كندوز عليهم غير تدوزها البنات خفيفة وهنايا غد نشلي لهم البنات و غد نخليهم يتسقطروا هاد ايزي اوف البنات كنصحكم به تديروه لانه زوين و ضغيه كي يخرج لنا البوطة هنا كما كتشوفو من بعد مسال الفران الغسيل كي يخلي لك اختي الدنيا شوية مروانة فكما كتشوفوه كي يطلق ذاك الرماض و كين ينتشي بلايسات ما كيخرجوش فانا كناخد جيكس و كنمسح البلايسات اللي ما خرجوش و كنغسل هاد الجاجة ديالو حيط منيكا كتت يغسل راس و راسو كي بدي يطلق لك شيك حولية فى الجاجة اللي خيطك ضروري تغسلها المهم هو منيكا اديرها اختي في ديك سالف كلين كيعاون شويه و من بعد اختي كناخد باش كنمساح الجاج و كنمساح الفران كله من داخل و من برة و كنمساح فوق ديال البوطة هاكا اختي كيامشي لكين شي ضبابة و لكين شي حاجة و كيخرج عدنا اختي الفران كي يشعلو البوطة حتى هي بالنسبة للجاجه تهيه كما شوتو كان مسحه بالمدية للجاج و كما قلت لكم كان مسح الفران كامل مر براء و مر داخل وهذا هو الفران ديالين بعد من بعد ما ساليتو و ان شاء الله فيديوهات جايين غنوريكم واحد الحيله يختي كنديره لهاد و هاد و اختي ديال البوطة كي يعدبونه كندير لهم واحد الحيله ما كندربش معه متماره ان شاء الله فيديوهات قادمة غدي نشاركه معاكم ان شاء الله هنه، بما انه و هكتي كان ظلوو في الكوزيناا نهار كله فكنبغي مره مرا نره من دلالبنات نبدل أختي من نحول هدى اللي هنا وننحول هدي و ههنا تجيت كل يرى و هنه و هنه حض الزيت بما انه هاد عيبات اللي بينات مقشيين عندي غير اقزعي وبلاكار و قليل فش بنجوشatures قح لنجوشrav شد Bryan وساحت كبير فستجاء الله و قضعتها والخط فيهم الزيت و هنه الحضوعين哇دي كل يعيبة ختي فش كنديرها الزيت شديتها وغسلتها ديك الرخامة ودرت فيها هاد الفاز ها كاختي غادي تحسي بالكوزينة مو نعيشها اختي وتخليك اختي تشقيع لا خاطر خاطرك التغيير البنات في الدار كلها بالاخص الناس اللي مخدامينش بحالي فالتغيير مرة مرة واخت تبدلي غير الفاز ولا تبدلي اي حاجة كيخليك مرتاحة في دارك وهدي يدويرتي اختي من بعد مسالي تنقاوة وهنا البنات جيت غادي نشارك معاكم اختي الزربية اللي كنت خديت من كوسكو شحان من موحدة قاتلي يورينا كيفاجاتها هي اختي كما وريتكم في الاول في الفيديو كنت ديرها ديك الزريبية فما كانتش عاجباني وديجة بني وبينكم قدامت وخديت هادي من كوسكو اللي كتشاركتها معاكم خديتها بخمسين دولار 49 شي حاجة خديتها بخمسين دولار هاكا اختي كتجي غزالة وكبيرة ومنيك تحطي علي اختي رجيلتك مريح في الفيلم وهات الزريبية اللي كانت عندي قديمة حطيتها في الجناب البنات دي النموسية وكان هذا هو الفيديو اختي دي اليوم فيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون مميز وغيكونوا فيه بزاف الحويج يا الله الى فيديو قادم